سنتقل مع حضراتكم أخيرا في الأخبار لمقال هام جدا وهو مقال صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي والأعياد مستمرة معنا وعيد القيامة مستمرها بيتحدث في المقال عن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية الميلاد المقال بيتكلم عن كلمة سيد الرئيس وجاي عيد علينا واخد تقريبا كل عبارة والعبارة دي رايحة الفين ومقصود بها ايه هبدأ مع حضراتكم البلد بلدنا تسعنا كلنا ده مقال في المصري اليوم بدأ حضراتكم اللي قرأتوا ان شاء الله أبدأ كلامي وأقول لكم كل سنة وانتو طيبين وان شاء الله دايما تبقى سنة جميلة علينا كلنا وسنة طيبة علينا كلنا كلنا خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى أنها الكلمات التي بدأ بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهنئته إلى أبناء الأقباط في ليلة عيد الميلاد بحضوره في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد حرس السيد الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد على تقديم التهنئة شخصيا مؤكدا محبته العميقة وأبوته لجميع المصريين وقد قال قصياته كلمة قصيرة في معاني عميقة ومبادئ إنسانية رفيعة تهدف إلى الرفعة والبنيان الوطنان الساكن قلوبنا جميعا وأود اليوم أن أشير إلى بعض هذه النقاط اهتم السيد الرئيس في كلمته بتأكيد فكرة وحدة الشعب المصري أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين وبقول أن إحنا في مصر يعني بدأنا طريقة عهدنا في ربنا وعهدناكم وبدأناها مع بعض وإن شاء الله هنكمل مع بعض كلنا أنه يوجه كلمته إلى المصريين جميعا في حديثه للأقباط هو حديث إلى المصريين فالجميع أبناء وطن واحد أدعوكم إلى قراءة المقال في المصر اليوم وأنهى نيافة الحبر جيل الأنبا أرمية مقاله كل عام يا سيدة الرئيس وأنتم بخير وسلام ونصلي إلى الله أن يبارك بلادنا مصر بكل خير وسلام وأن يحفظها من كل شر وسوء وأن يؤيد خطواتكم وعملكم من أجل الوطن والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبط الأرثوزوكسي مقال هام جدا أنها تاخدوا فيه كلمة السيد الرئيسي لجهة الشعب المصري واحدة واحدة كده وكل كلمة رايحة فين ومقصود بيها إيه من خلال صفحة صاحب النيافة الأنبا أرمية وأيضا صفحة المركز الثقافي القبط الأرثوزوكسي